احدى الروايات التي يرجح بعض العلماء أن تكون ليلة القدر ليلة 23 ذلك الرجل الجهني المعروف يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له يا رسول الله إن لي إبلا وغنما وحشما أنا ما أتمكن أحضر في كل ليلة في مسجدك أنا خارج المدينة فعين لي ليلة واحدة أحضر فيها مسجدك النبي صلى الله عليه وآله سارح يعني همس في أذنه كلمات ولم يفهم أحد من الحاضرين ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله للجهني الجهني ذهب والناس ينتظرون ما هو العمل الذي يعمله الجهني في تلك السنة رأوا أن الجهني جاء إلى المدينة ومعه أولاده وعائلته وأطفاله وخدمه وحشمه في ليلة 23 وفي كل سنة كان يأتي إلى المدينة في هذه الليلة هذه إحدى الروايات التي يرجح بعض العلماء أن تكون ليلة القدر ليلة 23